اليوم نزل معنا حدث سجلات الايكون بجانب حدث لعبه كرة اشعة الشمس ونسلم اليوم مع بعض نجم اليورو الذي يأتي من 95% ل 98% فهلا بنا على الفيديو ولكن هب لي حاجة ما ننسى صلى على النبي وشاهد الكواتف وشترك وفعل جهاز تخليه على كل عشان وصلى لك كل الفيديوهات ويلا بينا طب اجل عن كده مبدئا اول حاجة المعلم جوب بلنجهام هدية للجميع بمناسبة ان هو الغلاف الرسمي للعبة ايش سي 25 ونبدأ واحدة واحدة لننتهش من بعض نجي اول حاجة على المدجر المعلم ونذهب على المؤيدات وبعد ذلك نذهب على ال ديفيجيون ريفلز كما نرى ان هذا الباكتجات لو جاءنا نغط مثلا على ذلك ستجد ان فيها معلم بقى فيها حاجة اسمها توكين عام وتوكين عام دي معلم تبدلت مكان نقطة التصنيف اللي كانت موجودة معلم اللي احنا عارفنا فانت هو متفتح اللي هي بقى معلم اول حاجة طبعا هتسلم معلم بلنجهام وبعد ذلك هتجي على المؤيدات هتلاقي ان في بتاعة نقطة التصنيف دي موجودة فانت بقى معلم هتبدل نقطة التصنيف دي بالتوكين العام وبعد كده يعني المفروض ان توكين التصنيف دي خاص هتكون مش موجودة خالص وهيعتمد للفترة الجاية على التوكين العام دي فايه فايدة بقى التوكين العام دي هي زي الديفيجيون ريفلز بزبط زبط هناخدها من ماتشات الديفيجيون ريفلز زي مثلا اللجوم التنافسي والهتوهيد والنمر بتاع المدير الفني زي يعني كل ما نخلص الموسم هناخد النقطة دي بالزبط وبرده كل ما نعب ماتشات ونكسة هناخد برضه النقط دي ولكن بقى الجديد في توكين العام دي انها بتكون برضه موجودة في الاحداث زي الحدث بتاعي النهاردة حدث سجلات الايكونز عندنا برضه معلم لعبه الكرة بتاعة اشعة الشمس وزيان شاف كده نفس بالزبط نفس الحدث بالزبط اللي كان نزم من كام يوم بتاع الشيب شيفترز او المتأكلمون نفس الباكتجاب بالزبط وبرده عبارة عن نمط التحدي فانت اول ما تيجا على نمط التحدي يا معلم عندنا هنا التحدي اليومي طبعا كل يوم يكون فيه تحدي وزيان شاف كده هنا بيقولك يعني يا فتحت معي بس هنا اي مش عارف اللعب خالص ولا عمل اي حاجة وده لانا احنا رحنا على التشكيل اساية معلم وروحنا على اللي هي دي بصة معلم انا حطيت هنا التلاتة لعيبة من الحدث الجيد ده بتاع لعبه كرة اشعة الشمس وزيان شاف برضو عند لعبة تانية برا التشكيلة واللعبة ده اجابة منين برضو نفس النظام بيجالك باكتج مجانة ومتابة بتاع اللعبة ولو برضو ما يظهرش قدامك هتلاقيه برضو موجود في المتجر باكتج مجاني في يعني كام لعب كده من الحدث ده فانت تجيب تلاتة لعيبة هتخدتهم هنا وهتخدش تلاتة ماتشاط ولو متخدش بقى ماتشاط الهد هتروح المعلم مطلعة تلاتة لعبة دول ومنازل تلاتة لعبة تانين وتلعب بتشكيل تكعات فلو احنا بقى تلعنا دلوقتي زي ما انت شايف كده هنمض التحدي تفتح معانا وكل حاجة باقت تمام نجي بقى الحدث السجلات الايكونات وزي انت شايف كده ان هو اول حاجة عندنا المعلم ستيفن جيارد وبعد كده اتشافي الونسو وبعد كده فرناندو توريس انت كل يوم معلم بيجيلك بتاع دي اللي هي حزمة اللي فيها نقطة التحمل دي فيها اتنين او تلاتة او اربعة وبرضو فيه هنا واحدة هنا بتشوف اعلان بيجيلك واحدة معلم والان خلصتهم طبعا واللي هي النقطة التحمل دي دي بتخليك ان انت تلعب اللي هي التدريبات دي والمهمات اليومية ومفروض يعمل ان هنا مثلا بيقول لك المتش ده هيتفتح بيقول لك زيان شايف كده بعد التحرير او الكاشف عن سجل الايكون الغام سجل الايكون الغامات دي همعلم المفروض يعني ان هو هيكون الحاجات المقفولة دي فمفروض ان انت ما تفتح الحاجات دي بعد ما خلص المهمات دي همعلم كلها المتش د ده هيتفتح وعشان تقدر تخلص صبعا كل الحاجات دي لان زي ان شايف كده هنا في يعني يعني بص لو كنا اقول واحدة امعلم في هنا بيكون مهمات انا خلص صبعا كام واحدة كده يعني اول حاجة انا خلصتها وبعد كده افتفتت باقي امعلم تتقدم لحد ما تاخد بقى او تخلص اللي هي المهمات دي وتاخد بقى مثلا باكت جاء معلم وتاخد الحاجات دي وتاخد كل الهداء دي نجي بقى المعلم ستيفن جارد وبرضو نفس النظام بالزبط اللي كان موجود في الحدث او المشوار او الرحلة بتاعت المعلم زي زو زين الدين زيدان زي ان شايف كده اول حاجة اللي هي الفصل الاول دي عندنا كارت المعلم جارد اوفر اول 93 وبرضو في هنا تدريبات وماتشاط وكل حاجة بنخلصها زي ان شايف كده ان الحدث ده عبارة عن توكن عام يعني مثلا انا بقول لك هنا هتاخد 50 توكن عام هنا مثلا انا اخدت 40 هنا مثلا انا اخدت 40 برضو توكن عام دي برضو بكل بساطة نفس نظام نقطة تصنيف هتروح على الموايضات وتبدلها بباكت جاء زي ان شايف كده مفروض بعد ما تخلص الحاجات ده معلم بتقوم انت واخد باكتج ده بيجيب لك لعب من 87 لتسائي وبرضو في الاخر هنا يعني مفروض بعد ما تخلص كل الفصول دي وبعد كده بتاخد رسميا المعلم ستيفن جيررد اوفر اول 98 زائد التشيرت ده بتاع بتاع الفاربول زائد 500 توكن عام فانت مفروض بعد ما تخلص الفصل الاول بتجيب بعد كده للفصل الثاني فيه بقى معلم ايه فيه يعني بيكون فيه جواز ثانية برضو هنا بقول لك هو معلم اللي هي شرط الكابتن دي بتاع المعلم ستيفن جيررد وهنا همعلم المعلم دودك و100 ألف كوينز كذلك برضو الفصل الثاني هتاخد برضو جواز ولكن هنا همعلم هتاخد المعلم ستيفن جيررد اوفر اول 96 بالنسبة لفصل الرابع تاخد المعلم مسكيرانو زائد 300 ألف كوينز وطبعا لازم تخلص المشات دي والحياة دي كلها وبالنسبة لالاخر فصل اللي هو الفصل الخامس هناخد معلم هانا نتجي كده للاخر هناخد 500 ألف كوينز بس مفروض بعد ما نخلص كل ده يعني انا مش فاهم بقول لك بقى ايه تاريخ المعلم جيررد انضم ماشي مش عارف ايه والنفس بتاعت زدان بالزبط يبجيب لك المسيرة بتاعته والمشوار بتاعته والرحلة بتاعته ويعني ايه شوية حاجات كان لطيفة بالنسبة للمعلم السيفن جيررد والمعلم الشيف عالون سو بلس هتفتح والمعلم فرناندو هتوريس ولكن بقى بعيدا عن الكروب بتاعت اللاعبة دي لان اصلا هيكون كارت غير قبل لما ايضا وبرضو هيكون كارت مش اقوى حاجة احنا اعتمادنا في الحدث ده هيكون على التوكن العامل لان احنا في الاول كنا بناخد التصنيف من الديفيجون رايفلز وبنفتح بقى باكيت جات في اخر موسم او مثلا لما بنقصر مش عارف ونفتح بقى باكيت جات ولكن بعد نزول للتوكن العام ده معلم بناخدها من الاحداث وبنروح يعني الموضوع بقى سهل شوية يعني الموضوع بقى سهل شوية بمكانك انت تجمع التوكن العام كتير قوي وتروح على الباكيت جات في المؤيدات وتفتح باكيت جات بكل سوء نجي بقى الحدث اليورو ويعني احنا بصراحة تغفلنا احنا بصراحة تغفلنا يعني زي ان شاف كنا هو نزل عندنا حاجة اسمها افضل تشكيلة اللي هي اسمها التوت يعني زي نظم التشكيل اللي كانت نزل في كاس العالم في فيفا 23 بالزبط ولكن اقول لك قريبا يعني مش عارفين بقى امت بصراحة ولكن بقى لو جدينا انا عمعلم على المكافئات بتاعة اليورو طبعا اه يعني اتفتح عندنا مكافئات الاسبوع السادس وانا بصراحة يعني ايه ملقيتش في باكيت جات او ح مبهرة فاخدتهم كده مع نفسي ولكن بقى لو جدينا انا معلم اتلاقينا ان الباكيتج ده تغير ماش ده حاجة حلوة الباكيتج اللي هو كان بيجيب لك لعب من 98 بقى لعب من 99 مضمون ولكن بقى يعني بقول لك هنا هتتفتح مع افضل تشكيلة في اليورو يتم تحريم مكافئات مع فصل افضل تشكيلة في اليورو فانا مش عارف بصراحة ليه افضل تشكيلة دي يعني هنا بيقول لك قريبا او فمش عارف بصراحة قريبا امتا ولكن يعني اول ما التشكيل تنزل المفروض ان الباكيتجات دي هتفتح معنا هيكون بيمكنك انت تختار من باكيتج من 96 ل 99 او لعب مضمون over 99 نجي بقى للمقدمة اليورو والمفروض بقول لك نجم اليورو يعني نجم اليورو كان المفروض يعني مفروض يبقى نجم بقى ولعب مضمون وكده لقى معلم ده طلع باكيتج من 94 ل98 يعني حتى مش من 96 يععم لقى من 94 ل98 هو اللعب ده بيباعوا كل حاجة بس يعني مين اللي يطلع له لعب 98 فهنختار بقى معلم او انا اختار ايه يعني انا افتح باكيتج مع بعض ونقول بسم الله على امل يا معلم يطلع لنا انا حد كويس فنقول بسم الله بسم الله يا عم يلا خوش بسم الله ادي الدنمركة ويش يعني 94 ويش ويش 94 مليون كوينز يعني انا مش فاهم بصراحة يعني دي تاني التخفيه لهو قداما يا معلم فوقا نجلنا لعب مضمون قول على الاقل لعام 98 فطلع باكيتج في الاخر من 94 ل98 نجي بقى عالدة كتجات وعندنا الباكيتج اللي بنفتحه كل مرة ابو 3000 جوهرة فنقول بسم الله بسم الله ماشي يا معلم ادي 100000 كونز بسم الله خوش يا معلم خوش يا معلم ادي سولفينيا سي ام لا مش كويس 94 بقى نجي الباكيتج بتاع الكوبا مريك بسم الله بسم الخوش يا عم خوش يا عم بسم الله بسم الله حد كويس بقى حد كويس يعني ماشي دي كلومبيا سي دي ام اعتقد ده كويس دا مش عارف انا مش عارف 390 متشكرين والله متشكريين نجرب في الباكيتج دا يا عم يلا يلا والله 4000 جوهرة بسم الله نمعنا 7000 فيالله ماشي ماشي تسعيد النهاردة نشفى حشفة خلص طب اجل الان دلوقتي هنروح نلعب كماتش كده في الهتوهد بس قبل ما يخش على الهتوهد يا معلم انا عايز اقول نقطة مهمة وهي مثلا لو دخلنا كده عم معلم السوني يونج من النسخة بتاعة سوني 96 متاعة التوتس احسن من الكارت ده يعني الحد ازاي اصلا كل اللعبة اللي فيه مش مش احسن حاجة ولكن هي نزلة بس كأوفرات يعني مثلا سوني 98 بس الاركام هنا واعتقد برضه في الملعب مش هيكون نفس الكارت بتاع السوني بتاعة نسخة التوتس فده برضه ملحوظة مهمة لازم تكونوا نحضون بالكوا منها ان اللعبة ده مجرب بس أوفرات ولكن امكانيات مش احسن حاجة مثلا هيلاند اللي هو 98 مش هيكون زي هيلاند التوتس ولا هيلاند حتى بتاعة الالتمت توتي هيكون برضه ده احسن لا الالتمت توتي والتوتس بتاع المعلم هيلاند 98 و 97 احسن من الكارت ده فده نقطة مهمة لازم كله يكون فاهمة نجيب على هد و هد ولعب كماتش كده مع بعض المعلم و يعني من الماتش اللي فات برضه ملعبتش فنخش على الماتش و ربنا يسطورها معانا تشكيل الخصم 4-3-3 مهاجم وهم بلعب بالمعلم فينيسيوس يعني بلعب بتشكيله مخصوص عشان معلم فينيسيوس نازل cf هيلو اوي هيلو اوي ليه بس كده يصدو ماش عند اللي يقب ايوه ليه مسك اليوم من ساعتها و واحده من كعب الكعب طلع يابا كعدك اقب لك ايش هيلوه الله دوبروي هيلوه الله دوبروي ليو ميسي يصدوية هوا لا دentو يمسي يشع p في تعالى ممسي ميسي السلام يا ابني والله لا يا عم لا يا عم لا تبقى على طول محدش يتكلم محدش يتكلم اللي بيحصل ده جدعان والله العظام حرام والله حرام بصراح اللي بيحصل معا هذا اللي بيحصل معا اللي بيحصل معا اكسن بالله عارف اكسن بالله وبالنجهام النسخة اللي هي اللي لسه جديدة نسخة لمطورة ولا اي حاجة وتزديدة كده عادية دخل الجول على طول تشكيل الخصم والله فكرتها تشكيلت يعني اربعة واحد اثنين واحد اللي هي الديقة دي والهالاند والظاهرة قده لا 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 ما انت عزاروش ماذا سنفعلون جدا؟ الحقيقة حتى الوقت ما نرى هو التسكيلة من الناس يا سلام يا سلام يعني مش عارف ما بجليش من هنا ليه؟ حط يا سلاة النبي الوقت ما عادش بيسجل الوقت ما عادش بيسجل حطها ميسي حطها على طول حط لهم لا اشترك حالاند 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 اللاعبة يبدو اللاعبة حط بقى يا لهو يا جدعان في العرضة بس 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 انت ما ينفعش تعدي انت ما ينفعش تعدي انت ما ينفعش تعدي من فانضايك مع انه والله عزم وضع بيط فانضايك وضع بيط روح عند الرودري روح هنا روح هنا روح هنا روح هنا اضرب عزيزو يبدو اللاعبة يبدو اللاعبة وكافو وبراسو كمان اجدعان اكل تفاحة ما هو يطلع سيلفا نزل يعني ياخد نصيبه ياخد موسم ما جدش علي ما جدش علي طب اجر عن كفاء بقى عليكم نوردة كده عشان بس يعني ايه الحق اه انا نزل لكم الفيديو ولكن فكرة من نقطة انا هبكتكلم فهم قبل ما نختم الفيديو طبعا كلنا عارفين ان لعبة اللي حالية يعني مستمرة معنا او لموسم خمسة وعشرين فيعني نفس اللعبة هتكون موجودة معنا في اللعبة هتكون شخصا موسم الفين وعشرين ويلة وعشرين نفس النظام الزبط اللعبة هتكون حلى وقارقة ومم ي BRAikalって επιيتها ايه حيطة تشكيلات هو جدا فما موسم edificium انزلات حديث ده طبعا مش صحة خالص لان اللعبة اكيد هينزلات حديث لسه قدام وهينزلات حديث يعني برضو هيغير الجيم بليه وغير كل حاجة في اللعبة فالفكرة ان اللعبة بس موش هتصفر وتشكيلتك هكون موجودة معا نجي بقى لسؤال مهم وهو ان احنا حاليا بنعتمد على نسخ المعالم ماسكرانو في تطور اللعبة يعني منطور اي لعب من تسعين لتسع وتسعين بالمعالم ماسكرانو فلما ينزل بقى لعبة 100 وفوق المية ايه اللعب اللعبة دي يعني ده السؤال بقى بصراحة انا عايز اعرفه ولكن لحد دلوقتي محدش عارف هينزل بقى نسخ مثلا تانية ولا ايه طبعا اكيد هينزل نسخ تانية بس مش عارفين ايه النسخة دي فهكيد طبعا هينزل مثلا نسخة يعني اقول زي نسخة مثلا مسكرانو كانت واحد تسعين اكيد بقى ينزل نسخة تطور اللعبة دي هكون مثلا 100 او 101 عشان تطور اللعبة دي اشتركوا في الفيديو النهاردة يا ربكم استفدتم واستمتعتم واشوفكم الفيديو جاي